قال فيها أونجي حمد عبداللي دوروتورون سيلكشون الجريان كالكو شوز كجا توندي يعني يقول بأنه كان ينتظر هذا الاستدعاء من طرف الناخب غوديمي بيتكوكيش بنظر للمستوى الرائع الذي يتوجد عليه صراحة عمر بودي نبدأ معك في حمد عبداللي لعب تقنيا قوي بدنيا قوي فارع القامة صنع ألعب يعني ألونسيانس يعني ديس ألونسيان مثلا من الوقت بالنهاية التسعينيات وبداية الألفية لما كانوا رقم عشرة يلعب راسو مرفوع وكل شي ماذا بإمكان حمد عبداللي أن يقدم لفلاديمير بيتكوفيش في ظل غياب حسام عوار وهو أساسي فوق العادة وفي ظل غياب صاحب الحظ العاتر استطعنا قول ذلك هشان بوداوي اللي في كل مرة يتقلق في تربص في تربص الذي بعده يغيب بسبب الإصابة أكيد نظن حمد عبداللي استغل بطريقة حسن غياب المطلوب من ندي مارسيليا حمزات أنا فقط نظن نستغل غياب حسام عوار نظن هنا تكلم على مارسيليا نظن حمد عبداللي اللي شاهد ممكن آخر لقاء ضد موناكو كان أكثر من رائع يعني صراحة قام بكل شي في ذلك اللقاء تمرير حاسي مام وراواغات طريقة لعب لي ممكن أن بروفيل لي ما كشف في المنتخب الوطني كرقم عشرة كما قلت ألونسيان نظن حمد عبداللي بعد غياب طاوية تقريبا أكثر من سنة نظن وحتى ما تقدمون دو سبتمبر 2023 بالضبط تقريبا تكلموا تقريبا كان في طاربوس وما أصيب ولم ينتنقل مع متخبض ذلك أخر طاربوس له لم تخني الذاكرة كان بمناسبة مباراة تنظانيا في عنابة ثم كانوا مباراة بعدها نعم لما لعبنا بالفريق الثاني تقريبا لعبنا بلي قادري بوداوي حمد عبداللي كوش تعدنا صفر مقابل تحت أمر جمال بالمواضي بالضبط والآن نشاهده حمد عبداللي عود وصراحة يعني هو حتى أنا في التصريح اللي قاله في وست فرنس إذا ما شغلت قال يعني ممكن تكون ليست نهاية ولكن هي بداية وإن شاء الله نتناله نجح لأن البروفيل هذا في منتخب بلطاني ما كاش بزاف لعبين يلعبوا تقريبا ما عدا نظن حسام عوار يعني الآن يستغل الفرصة عنده لقائين إن شاء الله يكون في المساعدة 20 سنة وما يميزه ويميده هو حسه التهديفي الكبير تخيل أنه في الموسم الماضي يعني تألقه هذا الموسم إذن كان هذا التصريح فلاديمير بيتكوفيتش الخاص بقائدي المتخب رياض محرز وعيسى مندي تحدث عن رياض محرز وقال بأنه يعمل كثيرا على حالته البدنية مرة أخرى رياض محرز في قلب مشكلة جديدة مع الأهل السعودي بعد أن سجل هدفين مباراة ولو أنها مش مشكل كبير كبير جدا مشكل كبير مشكل كبير مشكل أنه يلعب معه أكيد من ميدو تاك تدي تدي 45 مليون حوالي 45 مليون أورو سنويا رأتلعب في نادي محترف أنا نعتبرها أنها قلة احترام يديرها كي كان في مونشستر سيتي يروح يلعب في الإنجليز في حكاين جلية جزائرية كبيرة ويقدر يلعب معهم دارها ولو مرة في إنجلترا سواء كي كان في لستر سيتي ولا في مونشستر سيتي لازم نلحق حق ما لازمش نغطرش بشي مغربها تخيل معي لو تعرض لإصابة خطيرة في تلك المباراة وهذا وارد تلعب كرة قادمة ما تقول ليش نروح نلعب بالعقل تقدر تجيك إصابة من حيث ولا تدري خصوصا أنك تلعب على أرضية ميدان بلك عشب إصطيناعي ما شي بلك 90% تكون عشب إصطيناعي لأنه في السعودية ما كاش ملاعب صغيرة معشوشبة طبيعيا تلعب على أرضية ميدان سيئة تقدر تتعرض لإصابة والنادي تعكو ولا يرويد فعلك في الراتب من حقه أنه يعبر على الغضب حتى الجماهر السعودية سواء جماهر نادي الأهلي ولا الجماهر السعودية لفرحة كيجابو محرز للسعودية لأنه حابين يشوفوا رياض محرز المحترف رياض محرز ليقدم إضافة لكرة القدم السعودية ويكون إضافة أيضا في ميلف ولا عفوا في ترويج لاستضافة سعودية الكأس العالم 2030 لذلك تصرف خاطئ على طول الخط وكاريتة بالنسبة لي كاريتة أنك تلعب لعب محترف تلعب مباراة ما بين الأحياء هو وكيسي في زوج هذه كاريتة لازم اللعب يتحمل مسؤوليته الآن أكيد ستكون عنده عقوبات مادية من طرف النادي التاعو عقوبات رياضية مشكش لأنه قطعة أساسية في النادي رغم أنه لا يقدم مستوى كبير لكن في المباراة الأخيرة في رابط أبطال إفرياء آسيا عرفون كان تقلق لعب مليح ستجل أيضا عقوبات رياضية نجم تقول للاعب أساسين فكر كنبابي كان لعب أساسي في البيس جي ولكن عقبوه رياضيا نرى أني معاقب صحف سعودية بل أنك تختاروا سعودية يضربوا بزاف للجيب رياضيا لا يستعملوا العقوبات الرياضية لا مقام به غير مقبول تقدر تجيك إصابة وشي خصوصا في الفترة الحساسة التي تمر بها انتهي الآن مستوىك متراجع تتعرض لانتقادات كثيرة ولت الإعلام السعودي ولا ينتظرك في الزاوية ينتظرك هيروين وين تنتهي المباراة باش يطيحوا عليك انتلوه لرغم أنه حتى هذا الموسم على ما أعتقد إحصائيا المساهمات هو أكثر واحد لاعب مساهم في الناديتها ورغم أنه يمر بأسوأ موسم له في الدوري السعودي لذلك ما لازمش تزيد تمدلهم سببا باش يزيدوا يطيحوا عليك ومبعا تتأثر قبل تربص مهم من تربصات المنتخب الوطني الجزائري انت أتيحت لك الفرصة مجددا مع الناخب الوطني الجديد باش تكون حاضرة في تربصات المنتخب الوطني الجزائري من بعد تخرج فيديو انت لعبات لا تتعصبح في مباراة بين الأحياء تصرف سي ماشي محترف من رياض محرس بالضبط خاصة أنه جبعت فترة وين عاود تسترجع نوعه من باريق وعندما تشاهدوا رياض محرس كان متواجد في تشكيل المثالية لدوري دوري أبطال الأسيا لدي العامة ودوري النخبة أنه صراحة متألق في دوري أبطال الأسيا عكس دوري روش السعودي ولكن لما تكون تمر بفتحة حتى الناخب الوطني لما تسمعنا ندوة الصحفية قال أن رياض محرس رياض يعود شيئا فشيئا جانب البدني ولكن في نفس الوقت جي حاجة لتقيس صورة تأكلها لا بد أنك تتفاداها ركفي مرحلة حارجة شهر نوفمبر نظن أن العودة والمنتخب الوطني رياحة تفيده خاصة لو يزيد إن شاء الله يكسب نقوله معنويا نزيد لك حاجة سبيني عمار انتتي ما جيني ميدو بلي هاد القاضية رح تمر مرور كيرام على الناخب الوطني لنعرفوا بلي ما يتلاعي بلي ما معلقين ضيباط إلى غاية الآن شفنا بلي لكن البعض يقول لك هذه قضية على مستوى ناديه ما دخل الناخب الوطني والمنتخب الوطني في قضية مثل هذه ما تنساش أمين كان شيء ممكن سبح لي فقط هنا نتقمط شوية دور محلل رياض محرز هو قائد لمنتخب الوطني ملوك تعمل الإصابة وممين متعلك تربص هني يطيتك قائد منتخب ومستشار من طرف بي استشيره بي كوفيد واللعبين عاطين لقيمة كبيرة ويختار مروب لا أعتقد بأنه سيخلطوا قضيته مع الأهلي هذه المباراة الحواري مثل ما مكتوب مباراة الأحياء هذه اللعبها ما بين الأحياء ما بين الأحياء اللعبها في السعودية راح تختلط بتربص المنتخب الوطني وفرادهم يتكون في شاتق لا ربما أنا بالنسبة لي صحصيا لن يكون هناك ربما ما كان لهذه القضية في تربص المنتخب وليكن تعرض الإصابة ميدو واليوم ابتدأت هذه الإصابة حمد لله حمد لله نحن الحمد لله بصحة الناخب الوطني ما أشي تعمل كما تعملوا أنا وياك أنا رأي رأي رح يحكم ورح يتكلم مع القضية هذه والله أعلم لأنك ترك قائد المنتخب ترك واحد من أهم اللاعبين في المنتخب الوطني جزائر كان مستوى كملي حوله كنت سيئ تبقى رياض محرز وعندك كي تكون في المنتخب موجود عندك أهمية كبيرة أنا جاب لي ربما يتكلم معه بيتكوفيتش ولازم يتكلم معه على هذه القضية يجيبوا يقول له وش الحكاية هذه منطق الفيديو رح بلكي عزروا شوية كله أخي العزيز ترك قائد المنتخب مازيش دير أمور كما هذه إيماجين تبليسه له قبل تربص ترك قائد المنتخب قاسس ساين رأيك في هذه القضية في قضية مشاركة محرز في مباراة بين الأحياء وفي تصريح الناخب الوطني الذي يدافع مرة أخرى عن قائده ويقول بأنه بدأ يعود شيئا فشئا وحتى احنا نرى أن نشاهده ربما لما ننسى لخ من جلد التحليل والصحافة نشاهده كمتابعين فقط تشوف بلي رياض محرز بدا يدي هذي كورب أصندنط يعني يبدأ في منحانة تصعدي من مستوى بدنيا بدأ يعود ولما يعود رياض محرز بدنيا أولا سيعود هذا بالفائدة عليه وعلى ناديه وخاصة المنتخب الوطني في الظل أنه يريد أن يكون أن يلعب كأس العالم 2026 مع المنتخب الوطني شوف الوحيد والوحيد اللي يقدر يعني يعاون اليوم محرز هو رياض احنا عارفوه هو رياض رياض محرز نعم اللي يقدر يعاون محرز هو رياض نعم ما هو لا بكتكوفيش ولا المدر بتاعه بتاع السعودية رياض نعرفوه باللي عنده إمكانية تقنية رائعة ولكن التكنيك تاعكم إذا الفيزيك ما يتبأش ما تقدر بدير بها حتى شيء هو عارف هذا الشيء باللي لازم يولي اليقى البدنية تاعه لازم ينقص في الميزان لما تشوف المقابلات تاعه عمار قال لك بطولة أسيوية يعني مقابلة لباس بها بدول السعودي ينقص نقول باللي رياض محرز إذا رجع المستوى تاعه البدني رح يكون محرزين عارفوها أما في القضية تاع مقابلة الأحيادية منظرش بيحتمر المرور الكرام لا في النادي تاعه ولا حتى مع الناخب الوطني الناخب الوطني رح يتكلم معاه كله واحد اللاعب محترف خاصة هو محرز عارفوها وغرط اليوم محرز أو عارفوها غرط الملعب ثلاثة أصباح في قطط جيم تعرض في أي وقت لإصابة واحد لعب محترف كما محرز دير هكذا نقول باللي خطأ كبير ونظل مدرب رح يتكلم معاه ونستمع وما رح يكون نرضي الفعل تاع النادي ديانو